فريقنس верت في الثلاثين سنة اللي عشتها ما نتفكر هيش آآ ياسر. درج حمدي قرر يحكينا انه راه تغيرات المناخية باش تزيد في فتور تغضاها. سيح محمد حسيتني انتي تحكي كمان سيابس الترعميم ونجوله تحيك اللي هو في عمره ما راهيش منا. كميول تعويم. سيح محمد ممكن نحن نحكيه على التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة. والمقابل الفئة كبيرة منه تبحث على تكييف درجات الحرارة ديك بما يتناسب مع جسم الانسان. بالتالي من اللجوء الى المكيفات. وهنا محمد نحكيه في ارقام معنا يفهم التوقعات اللي الفئة المتوسطة حول العالم قادة تكبر معنا المقدر الشراء ايام تاحها قادة تكبر وبالتالي العديد من اجتمعات الفقيرة نحكيه على الهند نحكيه على باكستان في برازيل في جنوب افريقيا معنا الفئة تذي قادة في دولها تشهد آآ تحسن معنا في المستوى المعيشي بالتالي والتيت عندها الامكانيات الى شراء مكيفات آآ بالتالي الشراء المكيفات تذكر يعني طلب متزايد على آآ الكهرباء وهنا ايش نوع محمد اللي قاعد يصير معظم الكهرباء اللي نشوفه فيها التوا واللي قاعدة جينا معنا جزء كبير منها جاء من طاقة حفوري معنا بالعكس معنا المكيفات هي نفسها قاعدة تخلينا في الجو ملائم مش نعيشوا درجات حرارة مقبولة لكن الطاقة اللي تستعمل في المكيفات هذيك جاء من غاز ولا بيترول ولا حتى فحم بالتالي هنا نحكيه معنا فيما التوقعات بارتفاع الطلب من هنا الموافق الفين وخمسة وثلاثين بمئة وثمانين في المئة ما بيعطل معنا المكيفات حول بالتالي ارتفاع الطلب معناها اللي فهمة توحشتين معنا اللي قاعدين دوزاكس كبار بشي واللي فهم طلب كبير على الكهرباء السيارات الكهربائية من جانب والمكيفات من جانب اخر خلينا في تونس محمد وهنا هنا فيما بعض الارقام المنشورة معنا تقول معرض الاستهلاك السنوي معنا الكليماتيزير يوصل حوالي اربعمية وخمسين كيلواتة كيف كيف معنا راه الكليماتيزير اللي عند العائلة التونسية الاستهلاك متاعه يكون ثلاثين بالمئة من قيمة فاتورات الضو الكل وفي الصيف توسع حتى سبعين بالمئة وخلينا نحكيه كيف كيف محمد الرقم معنا من العدد الكليماتيزيرير اللي كانت موجودة في تونس حدود 2009 لحد توا نحكيه جاوزنا اثنين فاصل واحد مليون اه مكيف توا حاليا نحكيه على اثنين فاصل واحد مليون مكيف في تونس اثنين فاصل واحد مليون مكيف تقريبا الرقم حصري معنا مش بالضبط لكن تقريب هذا عدد المكيفات عدد مهول انا عدد مهول طبعا على بوبولاسيون فيها اثناش مليون على بوبولاسيون فيها اثناش مليون وممكن في المناطق الحدودية اه الكثافة الاستعمال ممكن تكون اكثر برشة من مناطق الحضرية معنا يعني ممكن في الجنوب التونسي معنا نظرا متفاهم الارقامة ديكا اللي تكون درجات الحرارة مرتفعة هنا التوجيص متاعنا بالعكس معناها حق لكل انسان طبعا بشي شي مو كيف لانو درجات الحرارة والات غير مقبولة لكن فما جانب اخر محمد الطلب على الكهرباء قاعد يزيد في تونس دولة عاجزة طاقيا معناها الحد الان ما قدمناش برشة في المخطات اللي معناها تهتم بالطاقات المتجدة وجانب اخر كيف كيف البيك تاع الكونسوماتيون اللي كل عام نسجلو بيك جديد معناها فكل فترة تعجويلية معناها نسجلو دي بيك جدد وهذا معناها راه قاعد يساهم سلبا على الميزان الاتجاني بتاعنا ايام هنازا فما سؤالي تطرح اليوم تاريخيا العالم كانوا فما مرجحة الحرارة من قبلة دنيا سخونة معناها لكن اليوم ما تراش انو الابروشوربانيزم بتاعنا هي زادة اللي عاونت اللي ولينا معناها نستسهلو انو نبنيو واتاهم بعض الكليماتيزورية ايبار شوف اذاك موضوع كبير اما طريقة البنية متاعنا مثلا في الشبابك الكبار معناها في دولة فيها الشمس ومعناها وعدد ساعات الشمس كبيرة ومعناها عدد الايامين تتكون في درجات الحرارة مرتفعة مع شبابك الكبار ولا معناها دي باتمان هاو قراب في السنطر يوبان نور معناها دي باتمان انيرجيفور 100% انيرجيفور معناها مستهلكين نايمين للطاقة معناها ماو مش معمونين المناخ تونس الاشكال بتاع البنية اذاك ممكن تتلاها مع دولة السكندينفية اي دولة اللي معناها مع الناس نقول وذوق يمكن حالات نادرة انا مش نادرة لأسف حتى طريقة البنية في المنازل الجديدة لكل اذاك عليك قاعدة معناها طريقة خاطئة طريقة تستهلك برشا في الكرباء طريقة ماش صديقة برشا طقيا او مناخيا معناها نمط البنية متاعنا مش صديق للمناخ حاجة اخرى محمد فما اللي فيه بتاع التمدن السريع معناه والكبير والغير مدروس اللي فما حاجة اسم معناه اللي هذي معناه يخلي تركز الحرارة في المناطق الحضرية معناه في غياب اه او الممرات الباردة الممرات الباردة اللي هي تكون منتزات حضرية غبات حضرية اه معناه مناطق خضراء احزمة خضراء اللي على الاقل تحاول نوعا ما تتحكم او تحد او تلجم اه ارتفاع درجات الحرارة وهذا لأسف ماناش ماشين فيه في التوسعات الجديدة الاسف معناه كتشوف انتي في تونش ناعي معناه لعننا المنتزهات معناه بتاع فرحة حجيات في رادس ولا غابة اه سيدي بوسعيد ولا قامرت ولا معناه لقال بالفيدير ولا معناه ببعض الحدائق الصغراء الاخرى ولا جبل النحلي بس اثناء ذاكا ماناش نعمله فيه منتزهات حضرية كبيرة اللي ممكن راهي حتى ممرات حليفة راهي حليفة للانسان ضد الحرارة ولي راهي بطبحة معناه المنتزهات الحضرية والغابات تذيكا اللي موجوده وعناه والتشجير الحضري راهو خلينا نزينا نقوله ونمشيه ابعد مش بعد ما يغلقوش علينا فالانواع المحلية راهو معناها اه حليف ممتاز للتعمل مع تغيرات ملغة وراهو عبارة عملنا كلمات يزوريات كبيرة بتكلفة موخفضة واضح حسين ولا هو شيء معناها الموضوع متشعب برشة الحق معناها المستوى الكنسوماتيو متنجمش كل مواطن بسيط متنكينا نحكي في بلاس المواطن من اللوم على السياسة المتبعة في العمران معناها يعان ممكن نمشيه في الإزوليسيون ترميك أكثر ممكن نجيه في ساعة تمشي حتى بعض الشركات الكبرى تلقى مثلا بنايات بلاورية معناها كبيرة كما قال لك حمدي خمسين خمسين فصي متنمشيش معناها ومم بلوس حتى الثمانية متع الشي معناها شوف قديش فمتع دونك حقيقة الفوان بلون خاطر ديجا سيح احنا كتوينسا مفعول فينا كما قلناها قبل على مستوى تغيرت المناخية دونك كوني بلوس فيغضي سوليوسيون دادابتاشيون وكل شي لكن زادة هذا روح ثم تأثير على الموارد متعنا إذا كنا كنا نخم روح ثم تأثير احنا في عجز صاقي معناها بجيدي يكلف هذي شوفت حتى معناها مش عنده انعكاسات معناها مش حتى على فاتورة نمو الاقتصادي على القدرة الشرائية متاع المواطن دون كل مربوط دعو خليني كل حاجة معناه الكورون مستورد وجزء كبير منه مستورد مش معناه خليني الكارباة في شكلها معناه الكلوات اللي تخلص فيه معناه وحاجة اخر والعجز ارتفاع في العجز التقييم معناه وقاتي ارتفاع لأسف معناه وما ناش قادين على الأرض الواقع التحكم في العجز ذاك وسبب لازمة الاقتصادية متانا راه تقييم بالاساس واضح شكرا حمدي شكرا حسام شكرا لم يسنش الموضوع التالي شكرا